السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام كما تعلمون قبل تقريبا أسبوع أو أسبوعين وضعت فيديو وتحدثت فيه عني ارتفاع حالات الإصابة بالوباء في الولايات المتحدة الأمريكية وقلت لكم أنني شخصيا وصلت بالوباء للمرة الثانية يعني بعد أختي للقاح موضوع هذه الحلقة ليس على الوباء بالدرجة الأولى لكن لتوضيح بعض الأمور هذه الأمور التي يعني وسائل الإعلام الأمريكية بدأت تركز عليها في الـ 24 ساعة الماضية اليوم هو يوم الأحد الذي أصور في هذا الفيديو بمعنى أن الأخبار التي أتحدث فيها الآن تتعلق بيوم أمس السبت فالعدد من وسائل الإعلام الأمريكية سواء أنصحه سواء قنوات إخبارية تركز عني الوباء عني ارتفاع حالات الوباء سواء في أمريكا سواء خارج أمريكا العودة أو الحديث إلى العودة إلى وضع الكمامات الحديث عن إمكانية أقول إمكانية أن يكون هناك إغلاق بالطبع العديد من رواب التواصل الاجتماعي بدأوا يتحدثون على أنه ما يقع الآن هو أمر مزيف للدخول بالولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة الثانية لأن الوباء الذي عرفناه في سنة 2020 كان فقط يعني كمرحلة تجريبية حتى يتأكدوا من يعني قوة التفاعل للناس في جميع أنحاء العالم فالآن بدأ الحديث على ارتفاع الحالات الإصابة في فلوريدا في الدرجة الأولى في كاليفورنيا في الجورجيا في ميشيغن في العدد من الودو وهذه أول مرة يتحدثون على حالات الاستجفاء لا يتحدثون على حالة الإصابة بل يتحدثون على حالة الاستجفاء كذلك وصحيفة نيويورك بوست الأمريكية لأول مرة بدأت تتحدث هل هناك عودة لوضع الكمامات مرة أخرى وشرحت فيما قال أنه ربما حاليا ليس هناك ضرورة أقول حاليا ووصلت على كلمة حاليا أنه حاليا ليست هناك ضرورة لوضع الكمامات لكن هناك احتمال أن تعود الأمور كما كانت في سنة 2020 كذلك كان الحديث على أنه من بين أسباب لاحظوا ماذا أقول وشرحتها لكم في العزيز من الفيديوهات هناك من يهتم هناك من لم يهتم شرحت لكم أنه سوف يتم اتخاذ فكرة التغيير المناخي كذريعة لتمرير العدم الأمر آخر شيء بدأ الحديث عليه أنه من أسباب انتشار الفيروس الآن هو ارتفاع درجات الحرارة وكما تعلمون العالم كله بدون الستنة عرف ارتفاع في درجات الحرارة الولايات المتحدة الأمريكية عرفت ارتفاع في درجات الحرارة دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط عرفت ارتفاع درجة الحرارة. دول أوروبا عرفت ارتفاع في درجة الحرارة. فارتفاع درجة الحرارة الآن يقال أنه من الأسباب التي أدت إلى انتشار الوباء. إذا وقع أمر ما وهذا ما لا نحب به وهو يعني ظهور الوباء مرة أخرى كما وقع في سنة 2020. فالأمر سوف يكون خطر. لماذا؟ لأن الضرفية الحالية الآن التي يمر بها العالم أو تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية. ويتحدث فقط على الناس المقيمين هنا في أمريكا. أنه الآن هناك تدخل. هناك ارتفاع معبدل الفائدة. هناك يعني تكلفة المعيشة أصبحت ملطفعة. فإذا كان هناك يعني إغلاق أو ظهور الوباء فالأمور إخواني أخوتي سوف وتكون صعبة. نحن هنا لا نتمنى أن يقع مثل هذه الأمور. لكن كما تعلمون هناك عرافين بدون ذكر أسمائهم بدأوا في الأسابيع الأخيرة يتحدثون على ظهور فيروس. وأنه احتمال أن ترجع الكمامة وأنه احتمال أن ترجع الإغلاق مرة أخرى. فلهذا أؤكد لكم وأحذركم وأقوموا بتوعيتكم من الآن. إذا كان هؤلاء العرافون كلنا نعلم أنهم لا علاقة لهم بالعلم ولا علاقة لهم بعلم الفالك. بل هناك أجندات يتم إعطاؤها لهؤلاء لكي يتم تمرير تلك الأفكار وتهيئتنا إلى ما سوف يقع. فيجب أخذوا الحاضر. وتلاحظون أنه من يقتل هنا في الولايات المتحدة الأمريكية أنه ربما في أسبوعين لاحظنا ثلاثة أمور. الأمر الأول وقع في الثامن من الخش وهو حرائق يعني ماوي بولاية هاواي. هناك مرة أخرى الحديث على الحرائق في كندا. والسبب يعني تغيير المناخي وارتفاع درجة الحرارة. هذه ما يتم يعني الحديث عليه. ولاحقا يعني من بداية هذا الأسبوع إلى يعني ربما الأسبوع الثالث من شهر يغوش أو ربما نهاية هذا يعني الشهر سوف نراحد أقوى إعصار. أقول أقوى إعصار سوف يضرب ولاية كاليفورنيا وبعض ولاية الجنوبية بما فيها تيكساس. أقوى إعصار سوف يضرب كاليفورنيا لم تشهده منذ سنة 1939. يعني 84 سنة. وكل هذه الأمور يتم الحديث عليها بعلاقة مع التغيير المناخي. ماذا يعني هذه الأمور؟ لبعض سوف يقول أنها فقط الخوف من المرض الخوف من الكوارد الطبيعية. لكن في نفس الوقت هذه الأمور سوف تؤثر على الناس. لماذا؟ لأنه على رأس التأثيرات التي سوف نشاهدها هو ارتفاع التأمين عن المنازل. لأن هناك العديد من الشركات الآن سوف ترفع من يعني المدفوعات التأمين على المنازل. لماذا؟ لأن هذه الشركات تعلم أنها هناك أسواق لديها خسارة. هذه الخسارة مثلا في فلوريدا في كاليفورنيا في الوزيانا في تيكساس هذه الخسارة لن تقبلها الشركات بل سوف تمررها لجميع الناس في جميع الولايات. فمثلا أنت تقتل في ولاية ليس هناك تورنيدو وليس هناك إعصار ليس هناك. سوف تلاحظ أن هناك ارتفاع في يعني أقصاد التأمين سواء على المنازل سواء على السيارة. لأن الشركات التأمين لن تتقبل الخسارة. هذه من الأمور التي يتم الحديث عليها. من بين الأمور التي يتم الحديث عليها وهو أنه هناك احتمال كبير أنه إذا ظهر الوباء وعادت سنة 2022 يعني نحن في سنة 2023 وعادت الأمور كما كان في سنة 2020 فهناك احتمال أن يتم العودة إلى الشركات التحفيزية لمساعدة الناس. هذه الشركات التحفيزية التي سوف يستغلها الناس هذه المرة ليس كان سنة 2020 حينما الغالبية التحقت بسوق البورصة. هناك ما قام بشراء السيارات. الكماليات يعني صرف أمواله في الكماليات. في هذه اللحظة في سنة 2023 إذا كان هناك أي أمر طارئ مثل الوباء فهناك احتمال أن هذه الناس سوف تحتفظ ذلك الأموال لدفعها في الفواتير. دفعها في الإجارة. دفعها في الأمور الأساسية وليس يعني الكامليات. وهذا كذلك يدفعنا إلى قول بأن الدولة يعني سوف تكون مستعدة لتباعات الأموال. وحينما نقول اتباعات الأموال هذا معناه التأثير والرفع من التضخم مرة أخرى. مع العلم أن يعني البنك الاحتياطة الفيدر والحكومة الأمريكية تحاول ما أمكن عدم تباعات الأموال لكي تقوم بتخفيض يعني معدلة التضخم. لكن كما قلت هناك احتمال كبير وهذه يعني أخبار ربما تكون يعني حقيقية ربما تكون غير حقيقية لكن هذا ما يركز عليه رواد تواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية أنه احتمال كبير تذكر احتمال كبير أنه في شهر شوتنبير سوف ربما نلاحظ العودة إلى وضع الكمامات خصوصا في يعني آآ الجمعاريك أو متلق عليه بالتي اس اي وهم يعني آآ الناس التي تشغل في المطارات التي تقوم بتفتيش المسافرين ربما نشاهد هذا الأمر في قطاع الطيران يعني في في المطارات في علامة الطائرات ربما نشاهد هذه التغييرات بداية شهر شوتنبير فأريد فقط أن أذكر أنه ما يقال أو ما قيل على أننا سوف نعود يعني بعد انتهاء الوباء بعد أنه انتهت حالة الطوارئ وانتهى الوباء الماضي وقيل أن الحياة سوف تعود إلى ما كانت عليه قبل سنة 2019 أقولها وصراحة أن الحياة لم تعود كما كانت قبل سنة 2019 وتذكروا كلامي ليس للنظرة السوداوية التي ربما يعتقد ببعض أنها نظرة السودية لكن هذا واقع نحن الآن ثلاث سنوات مرت على الوباء سنة 2020 هل عادت الأمور كما كانت في سنة 2019 هل عادت الأسعار كما كانت في سنة 2019 هل عادت أسعار المنزل كيف كانت أسعار في السنة هل الأوضاع المعدل فائدة هل التضخم هل العديد من الأمور عادت كما كانت في سنة 2017 فيجب أن يعلم الجميع وهذه الأمور كما قلت يتحدث فيها العرافون أنه من الآن من سنة 2020 إلى ربما سنة 2025 هناك العديد من الأمور التي سوف تتغير معك من الأسعار فأقولها مرة الأولى أخيرة حذاري من انتشار الوباء لأنه الآن يتم تهيئتنا لتقبل أي شيء سوف يتم متمره لأنه سوف يتم إخبارنا في آخر لحظة بأن هناك حالة استشفاء أو دخول عديد من المرضى للمستشفيات وأنه هناك ربما حالة وفايات أو 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 بمعنى أنه سوف يكون باستطاعتهم أنذاك فرضوا يعني أمور جديدة كوضع الكمامات أو الأغلاق حينما يقول أغلاق احتمال أن يتم العديد من الناس تفقد وظائفها العديد من المشاريع الصغرى يعني والمتاجر الرمبباء سوف تغلق بسبب هذا وباء مرة أخرى يتم الحديث عليه هل هو وباء حقيقي هل هو وباء مزيف الله أعلم لكن كما قلت يجب يعني الحيطة والحضر لا يقول أحد مثلا في التعليقات أن هذا الأمر لا يخيفني وأنني لا أهتم وأنه اقتصاديا سوف يؤثر حتى إذا كنت يعني لا تهتم للوباء ولا تهتم للقاع ولا تهتم لأي أمور فاقتصاديا سوف تتأطى شكرا لكم والسلام عليكم